لتفاصيلها أكثر ينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مرسل غد إذن محمد تشديد في العراق بالنسبة للإجراءات الاحترازية ضد الفيروس هل لا كانت تشرح لنا أكثر حول هذه الإجراءات؟ نعم كوثر منذ ليلة أمس بدأ حضر التجوال بالتطبيق من قبل الحكومة العراقية هذه المرة الإجراءات تبدو مشددة بشكل كبير منعت الكثير من القطاعات العاملة من القروج إلى الشوارع أغلقت الأسواق المحالة التجارية إلا ما ندر هناك أيضا إجراءات حول ارتداء الكمامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الشوارع أو حتى في السيارات هناك غرامات مالية كبيرة تصل إلى حوالي أكثر من 50 دولار للشخص الواحد إضافة إلى وجود غرامات أخرى على المحالة التجارية في حال فتح أبوابها في وقت حضر التجوال المولات الأسواق الشعبية الأسواق الكبيرة أغلقت بالكامل حتى ملاعب الأطفال شلت الحركة تقريبا في العاصمة بغداد ومدن كثيرة أو محافظات كثيرة من العراق إضافة إلى ذلك حتى رياض الأطفال والملاعب الخاصة للأطفال تم أغلاقها هناك انتشار كبير للقوات الأمنية للتطبيق هذا الحضر الحكومة العراقية تنوي تطبيق هذا الحضر بشدة وبقوة إضافة إلى وجود بعض الاستثناءات للإعلاميين وأيضا هناك استثناءات للملاكات الأمنية والطبية الكوادر الطبية سنفرت بشكل كبير هناك مراكز جديدة فتحت أو فتحت أبوابها لاستقبال الإصابات الجديدة من سلالة كورونا الجديدة التي أكدت وزارة الصحة بأنها دخلت العراق إضافة إلى فتح مراكز أخرى داخل المستشفيات عموما الوضع يبدو قلقا جدا لكن هل لاحظت التزاما محمد من قبل المواطنين؟ ما شاهدناه خلال صباح اليوم كان هناك التزام كبير لكن هذا التزام قد يأتي في اليوم الأول من حضر التجوال خصوصا وأن اليوم هو يوم جمعة وبالتالي أغلب العراقيين لا يخرجون من منازلهين في يوم الجمعة وأيضا هو اليوم الأول للحضر ننتظر ربما الأيام المقبلة ستكون أكثر صرامة من قبل أو تجديد من قبل الحكومة العراقية على اتبار أن العراقيين من خلال التجارب السابقة يحاولون كسر حضر التجوال خصوصا وأن هناك فئات عراقية تختات على معيشتها على القوت اليومي وبالتالي هؤلاء يحاولون بشدة طرق الخروج إلى الشارع لكن اليوم حضر التجوال مطبق بشكل كبير وبشكل صارب أيضا من قبل القوات الأمنية وأيضا هناك التزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي طيب محمد بالنسبة لرد الفعل الشعبي هل جاء وقع هذه الإجراءات ربما مطمئنا بالنسبة له على المستوى الطبي طبعا هناك فئات تقول بأن هذه الإجراءات هي إجراءات طبية وإجراءات احترازية كان لابد لها أن تطبق في وقت سابق وليس الآن وهناك ارتياح لكن في المقابل هناك فئات كبيرة من الشعب ربما كما قلت من الذين يعتشون على القوت اليومي وهناك أيضا يعني العديد من الفقراء يعانون من مسألة حضرة التجوال كانوا غير راضين على هذه الإجراءات ويقولون بأن الحكومة العراقية إن أرادت تطبيق حضرة التجوال لها أن توفر الكثير من المستلزمات المعيشية للمواطن يعني حتى مسألة ارتداء الكمامات هناك من يقول بأنه هذا الأمر قد يكون مخالفا للقانون أو للدستور أنتم يعني تريدون تطبيق هذا الأمر عليكم بتوفير هذه المستلزمات هذه المستلزمات لم تتوفر للمواطن البسيط لذلك تبينت الأراء داخل يعني الشارع العراقي وأيضا بين الأوساط الشعبية العراقية على العموم حتى الآن لم نسمع أي تصريحات أخرى من قبل يعني السياسيين فقط الحكومة العراقية شكلت خلية الأزمة ووسعتها وبدأت بتنفيذ هذه الإجراءات منذ ليلة أمس التي ستطبق لثلاثة أيام بحضرة تجوال كامل وأيام الأسبوع الأخرى ستكون حضرا ليليا لمدة أسبوعين ومن ثم تتخذ قرارات جديدة من بغداد محمد فاضل مرسل غد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر